بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان متابعي قناة الاقتصاد والفلاح هنقدم لحضراتكم إن شاء الله دراسة جدوى لمشروح تسمين 30 خروف في التفصيل ونسبة الأرباح والمكسب ورعاية الخرفان بإذن الله تعالى أولا أعزائي المشاهدين إحنا عندنا وإحنا مقبلين على الشراء في بداية الدورة بنختار أو بنشوف المواصفات الجيدة بالنسبة للخرفان فيه مواصفات عامة ما منفحش نتنازل عنها أولا بنراعي وزن الخروف على حسب مدة الدورة اللي احنا هنبدأها سواء كانت دورة 3 شهور أو دورة 4 شهور أو دورة 6 شهور علشان في الآخر تعرف انت هتطلع وزن حوالي قد إيه متوسط وزن الخروف عند الشراء بيكون من حوالي من 25 ل 30 كيلو طبعا بعد الفطام ويفضل 30 كيلو يكون خد فترة كافية في الرضاعة علشان بعد كده لو الخروف شبعان بالرضاعة ورضح كويس رضاعة طبيعية بيفرق معاك في معدل الزيادة ومعدل التحويل هنفترض ان احنا هنشتري خرفان أوزان متوسط 30 كيلو لمدة دورة حوالي 4 شهور المواصفات العامة أولا في الخروف يكون القرون بتاعته شكلها كويس ومتناصقة دي طبعا بتبقى ميزة بعد فترة البيع تناسق الجسم والأرجل يكون جسمه كويس ورجليه سليمة ما يكونش فيه عرج ولا حاجة العيون تكون سليمة وتكون لامعة ما يكونش فيها إفرازات الخصية وحجمة تكون مناسبة خاصة طبعا دي هتبقى ضحية ففيه ناس بتدور وبتبص على الحاجات دي فرو الخروف يكون لامع ويكون شكله كويس والخروف هيئته العام يكون بيتحرك ويكون نشيط دي المواصفات الأساسية في شراء الخروف ويكون كمان مع التناسق بتاع الجسم ما يكونش لما تحضرتك تحط إيدك على ظهره يكون الخروف جسمه وتحس إن الخروف جسمه مليان فده هيديك إن شاء الله معدل تحويل كويس جدا موضوع التغزيع حضرتك جبت الخرفان اللي هي الدراسة اللي احنا عاملنا على تلاتين خروف شريط متوسط تلاتين خروف متوسط الوزن حوالي تلاتين كيلو التغزية من الأشياء المهمة جدا 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 احنا هنبدأ مع الخرفان التغزية تدريجيا يعني على سبيل المثال احنا المفروض بنقدم عليقة أو علاف للخرفان أربعة ونصف المية من وزنه لو عندنا خروف وزنه أربعين كيلو هنقدم له متوسط علف في اليوم كيلو ونص أو كيلو حوالي كيلو مثلا نقول كيلو ميتين جرام اللي هي تلاتة ونص عليقة جافة اللي هي العلف اللي احنا بنقدمه اللي هو بأعبارة عن نخالة الأمح وكسر الدرة الصفرة والفول الصوية أو كسر الفول ثلاث أصناف دا الكويسين جدا 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 نخالة الدرة وكسر الدرة الصفرة وعندنا بروتين مصدر البروتين جيد الفول الصوية أو كسر الفول والواحد ونصف المية دي بيكون مواد ملقة لو الخروف مثلا وزنه أربعين كيلو هنقدم له كيلو ميتين في اليوم مؤسم على وقتين بالنسبة للدراسة اللي بعانا هنبدأ خرفان وزن 30 كيلو ويبقى نقدم حوالي كيلو أو كيلو مية في اليوم ما تحطهاش مرة واحدة الناس بتسأل احنا نحط السماء على وجبتين وجبة الصبح حوالي نصف كيلو ونفضل ان احنا نبدأ مع الخروف أقل من المعدل الطبيعي نحط له مثلا 400 جرام الصبح 400 جرام بالليل وفي وسط اليوم هيكون تبني سواء تبني الدرة تبني معزلة تبني الأمح أو تبني البرسيم أو تبني الفول ده في وسط اليوم مفتوح معه لو فيه علف أخضر زي البرسيم لو موسم البرسيم أو الدليس بالنسبة طبعا للصيف أو زي الدرة اللي هي العلاف الخضرة ده في وسط اليوم يبقى الوجبتين الصبح وبالليل ونراعي طبعا توافر المياه باستمرار وتكون موجودة في إناء نظيف وموضوعة في الظل ونغيرها مرتين لتلت مرات في اليوم جاهزنا العليقة وقدرفنا المقدار اللي احنا بنقدمه قد إيه بننساش إضافات الأعلاف مهمة جدا وتساعد معاك على زيادة وزن الخرفان زي ملح الطعام وزي الفيتامينات المعدنية اللي هي البودر وزي الخميرة البيطرية وزي الأملاح كل الحاجات دي مهمة جدا وزي مضاد السموم بنضيفها بنسب بسيطة جدا يعني فيه ناس طبعا بالنسبة للكميات اللي زي كده وبالنسبة المشريع اللي زي كده بالطن ودي موجودة في فيديو سابق بالتفصيل الكمية اللي احنا بنحطها من إضافات الأعلاف زي ملح الطعام وبكربونات السوديوم اللي هي صود الخبز اللي احنا بنسميها الكربوناتو كل المعدنية دي وفيه كمان إضافات جديدة ممكن نضيفها زي كوركم البودر اللي هو كوركم اللي موجودة عند العطار بس يكون أصلي ده ممتاز جدا زي الزنجبيل زي حبة البركة بالحط كميات يعني مثلا الكيلو ممكن نحط علامة على عشرين جرام حبة بركة أو عشرين لتلاتين جرام كوركم الحاجات دي فاتح شهية ومكوه عام وبتدي مناعة وطاقة للحيوان طبعا بعد كده بقى هنبدأ معاهم نبدأ معاهم علاج الديدان التحسين دي الديدان فيه نوعين عندنا الفوماك السوبر الأمريكي ده 1 سنطي كويس جدا بيدي عدي تحت الجلد ده ممتاز جدا وبعدها هندي دواء تجريع عن طريق الفم فيه نوع كويس جدا امريكا ايضا اسم البرو ليفوسين ده ممتاز هندي حوالي 5 سنطي أو 6 سنطي تجريع وبعدها بنكرر التجريع بعد 3 أيام وبعد بعد معزلة بنكرر التجريع بعد 15 يوم وكل 3 شهور بندي التجريع لكن قبل للبيع الحيوانات بحوالي شهر أو شهر ونص يفضل من الدمش أو علاج للديدان أو أي أدوية بصفة عامة اللي عنده الضرورة واستشارة الطبيب البطري ده بالنسبة لدواء الديدان فيه عندنا طبعا فيتامينات ورافع مناعة زي فيتامين ألف دال 3 موجود في السيادلات البطري أو فيتامين به 12 مطفر فحان بشري اسمها بايوفيت ده ممتازة جدا جدا بتتعطي عضل ممكن نقررها كل 15 يوم به فيها فيتامين به المركب دي ممتازة وممكن ندي كمان كالسيوم دواء بشري اللي هو البيديكال 10 سنطي مرة واحدة في اليوم الحاجات دي بتساعد معاك على معدل التحويل ولكن بنوقفها قبل البيع بحوالي شهر أو شهر ونص الحاجات دي ممتازة جدا وبترفع مع حضرتك المناعة وممكن كمان نحصل من الكستريديا والبيستريلا برضو بتفرق معايا حضرتك جدا 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 طيب المكان بقى اللي احنا مكان التربيعي فضل المكان يكون بيتعرض لضوء الشمس لان في ناس بتعمل المشاريع دي في البدرون مثلا طبعا الشمس مش موجودة فهيأثر على الخروف وعلى اكله وعلى معدل التحويل وعلى الشكل العام على الخروف الشمس مهمة جدا جدا لتطهير المكان مهمة جدا جدا ايضا لصحة الحيوان مكان الايواء طبعا في فصل الشتاء لازم يكون عندنا مكان مخصص للايواء الناس اللي بتربع على الاسطح من الوقت اللي احنا فيه يبدأ يجهز حجرة او تجهز عمبر او تجهز اوضة باي وسيلة ممكنة على اساس ان في فصل الشتاء يكون محمية علشان الالتهابات الرئوية ونحميهم من بروضة الشتاء ومكان الرعاية بالنهار يكون متعرض لضوء الشمس حاجة مهمة كمان جدا جدا بعد ما دخلنا وحصلنا واخترنا المكان لازم كل خمستاشر لشرين يوم او كل خمستاشر يوم لشهر لازم نزن الخرفان اللي موجودة لازم يكون فيه ميزان موجودة في مكان التربية او في المزرعة اللي خاصة بحضرتك لازم يكون فيه ميزان ودي مهمة جدا لاستبعاد الخروف السيء في التحويل لان نسبة التحويل مهمة جدا وطبعا هي اللي بتحدد لنا المكسب يبقى كل خمستاشر لعشرين يوم بعد شهر ليه توزن خروف مثلا حول معك تلاتة كيلو اربعة كيلو بعد التخصينات وبعد العلاو وبعد خلطات الاعلاف لازم طبعا نستبعده ونبيعه لان ده هيوفر عليك بعد كده ممكن يسبب لك رخضر الله خصارة في الخروف ده فيفضل استبعده معدل التحويل الطبيعي فيه ناس بتوصل ستة سبعة تمانية فيه بالنسبة للخرفان فيه ناس بتوصل لعشر كيلو معدل تحويل وده طبعا ليه عوامل كتير لكن المعدل الطبيعي هنفترض انه سبعة كيلو نص هنخش بقى على الدراسة اللي احنا نتكلم بقى عليها للتلاتين خروف بالتفصيل تلاتين خروف الخروف معاك من الف وخمسمية لالف وتمنمية لالف وتمنمية جنيه هنفترض ان سعر متوسط سعر الشراء الف وستمية وخمسين جنيه في تلاتين خروف يبقى معاك الناتج شارع حضرتك بتسعة واربعين الف وخمسمية جنيه بالنسبة لأكل الخروف في السن ده قلنا هياكل هنفترض انه هيكل من كيلو لكيلو ومية جرام متوسط ستة جنيه هياكل تبني بحوالي عشرين جنيه ادي كده ميتين جنيه برسين بقى ولو فيه ادوية والتحصين حوالي خمسين جنيه يبقى مع حضرتك ميتين وخمسين جنيه ده بالنسبة للمصروف الخروف في الشهر مصروف الخروف في الشهر ميتين وخمسين جنيه شاملة الاعلاف والادبان ولو فيه العلاجات طبعا العلاجات اللي احنا قلناها وذكرناها كلها اسعارها مش عالية فيه عند حضرتك متوسط الدورة لو هنفترض ان هي اربح شهور اربح شهور متوسط الدورة في الشهر تكلفة الشهر ميتين وخمسين جنيه يبقى تكلفة الخروف في الاربح شهور الف جنيه الف جنيه تكلفة الخروف طيب احنا لما جينا شارينا الخروف كان بألف وستمائة وخمسين نفترض بألف وسبعمائة جنيه وعند حضرتك ألف جنيه التكلفة في الاربح شهور يبقى سعر التكلفة بعد اربح شهور واقف على حضرتك بألف وسبعمائة جنيه وزن الخروف هيوصل معاك احنا كنا شاريين تلاتين كيلو لو افترضنا ان معدل التحويل سبعة كيلو ونص في الشهار فقط هيبقى معاك اربح شهور في سبعة كيلو ونص يعني اربح شهور في سبعة كيلو ونص يعني تلاتين كيلو والوزن عند الشراء كان تلاتين كيلو يعني حضرتك الخروف دلوقتي وزنه بعد اربح شهور عامل ستين كيلو سعر البيع بيبدأ في ناس بتبيع بخمسين تقول لاني كسبانا وفي ناس بتبيع بخمسة وخمسين وفي ناس بتبيع بستين هنفترض ان متوسط البيع خمسة وخمسين جنيه يعني حضرتك ستمائة يعني حضرتك الى ستين كيلو فيه خمسة وخمسين جنيه عامل تلات تلاف وثلتم جنيه لو افترضنا تلات تلاف وثلتم جنيه من سعر الشراء كان الفين وسبعمائم جنيه يعني مكسب الخروف ستمائة جنيه هننزل مية جنيه من كل خروف زيادة اعلاف ادوية لكهرباء لو افترضنا ستمائة جنيه المكسب فيه تلاتين خروف يبقى المكسب تمنتاشر الف جنيه في الارباح شهور تمنتاشر الف جنيه في الارباح شهور فيه بالنسبة للتلاتين خروف هناخد تلات تلاف جنيه ادوية او كهرباء انا افترض طبعا الدراسة ان حضرتك مفيش عمالة انت اللي حضرتك بتشرف عليهم ومربيهم فوق السطح او في مصرعة خاصة بحضرتك هنفترض ان تلات تلاف جنيه دي للكهرباء مثلا او المية تلات تلاف جنيه يبقى المكسب الصافي خمستاشر الف جنيه في اربح شهور فيه نقطة مهمة جدا جدا احنا طلعنا الخروف وزن 60 كيلو ممكن حضرتك تشتري قبل الميعدة فيه ناس بتطلع الخرفان موسمين في السنة في شهر الرمضان وفي موسم عيد الاطحى المبارك وزن الخروف او حجم الخروف اللي حضرتك بتطلعه بيعتمد الوزن على الزبون او العميل الخاص بحضرتك على سبيل المثال حضرتك عندك فيسبوم بيحب الخروف يكون وزنه 50 كيلو ما بيشتري اكتر من كده في 60 فيه ناس بتحب الخروف ما يزيد ش عن 70 فيه عميل يحب الخروف 80 كيلو فموضوع الدعاية مهم جدا سواء كان عن طريق الفيسبوك ممكن حضرتك من وقت للتاني تصور عدد بسيط من الخرفان فمرة في مرة بيكون لك عميل دايم وبتعرف متطلبات العميل اللي حضرتك وبعد كده بناء بتبدأ تجهز الخروف وبتبدأ تشتري قبلها بوقت كافي علشان لو حد محتاج وزن 80 كيلو الدور اللي احنا حسبنا دي كده على 60 كيلو اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو باذن الله واي استفسار هرد لحضراتكم في التعليقات ان شاء الله ما كونش نسيت حاجة وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته